النهاردة أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون إيباءة أيها منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بيه من اليوم التالي لتاريخ نشره يعني من بكرة الصبح إن شاء الله طيب القرار ده نص على إيه؟ نص على إنه؟ حضرتكم بقى فاكرين القصة حكناها مرة قبل كده أقول لك بقى إحنا عارفين إنه أو بالأضاء القرار يقول إنه يا حق للمصري اللي ليه إقامة قانونية سارية في الخارج إقامة يطلع مهاجر يطلع بيشتغل إقامة حقه إيه؟ حقه إنه يستورد عربية ركوب مش عربية نقل مش عربية تجارية مش عربية وهكذا سيارة ركوب خاصة وحدة لاستعماله الشخصي ما تستعجلش يعني إيه؟ يعني افترضنا عشان تفتكيشوا يعني يا وحدة يعني طب قفر الدمراتي ولادي ما جيب لهمش لا بص بقى تجيب بس ليها شروط يعني إيه شروط؟ يعني افترضنا إنه حضرتك خلاص أنت المقيم والزوجة كمان عندها إقامة يبقى أنت كده تقدر تجيب عربية تين عربية ليك وعربية للزوجة طيب أولادك 16 سنة فيما فوق كل واحد فيهم الحقه عربية طيب إيه كمان؟ لازم لازم يكون في حساب مصرفي حساب بنكي في البلد اللي إنت عايش فيه هتيجي تقولي طيب أنا ممكن يكون ولادي علشان هم أقل من 21 سنة ما عندهمش حسابات وارد أقولك مفيش مشكلة من أنت الأب ولي الأمر مفيش أزمة على حسابك أو على الحساب المصرفي بتاعك الزوجة نفس القصة على الحساب المصرفي بتاعك طيب بنعمل إيه؟ العربيات دي معاليهاش أي طرائب أو رسوم أو حاجة يعني أنت مش هتدفعها لكن هيحصل إيه بقى؟ هيحصل إنه القيمة المستحقة عليها دي بتاعة الجمرك، الضريبة، الرسوم، الكذا القيمة دي بتتحسب بالإيه؟ بتتحسب بالدولار فهتتحط في حساب بتاع وزارة المالية في البنك الأهلي بتتحط بالإيه؟ بالدولار هتحولها من البلد اللي إنت فيها طيب وبعدين؟ ولا حاجة هنعدي عليها خمس سنين بعد خمس سنين هتسترد القيمة الدول أفترضنا مثلا أنه هم عشر تلاف دولار فأنت بعد خمس سنين هتسترد العشر تلاف دول دول ولكن بالعملة المصرية طيب تبقى لأنهي سعر للسعر اللي هيعلن وقتها يعني بعد الستين شهر حلو طيب نستوردها إيه؟ يعني الملك الأول ولا أستوردها لو هي مستعملة مستسيدي استرد العربية من المالك الأول دون التقيد بسنة الصنع يعني تطلع زي ما تطلع الله يبقى بقى لها عشر سنين بقى لها تسعمائة سنة لسه جديدة مش موضوعنا طالما أنت المالك الأول لها طيب ولو كان الاسترد من غير المالك الأول يعني أنت اشتريت العربية سكند هند كاسر زيرو حالة فخمة استعمال طبيب إيه لآخره أخرك سنة 2019 ماشي كده؟ أو بقى يعني أخرك يعني 19 20 21 حتى أول 22 أنت تمام ترجمة نانسي قنقر